أكد الفريق عبد المنعم التراث رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة داخلياً وتلبية كافة احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بالدول الأفريقية والعربية وذلك وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة الوزارة الخارجية وأضاف التراث أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية الفنية والتخصصية في أكاديمية العربية للتصنيع ووحداتها ومراكز التدريب التابعة لها بالإضافة إلى إمكانية عمل منح دراسي للدارسين الأفريق